موسيقى موسيقى انه بعد ما عمل رجيم وخس شوية للأسف رجع تخن تاني ورجع تخن أكتر من الأول ودايما بيبقى خايف من انه يفشل وفيه ناس بتبقى الموضوع واصل معاها لدرجة انه مش هيبتدي رجيم أصلا أو مش هيفكر انه ينقص وزنه هو نفسه ينقص وزنه ويخس فعلا لكن خوفه من الفشل مخليه مش قادر حتى يقدم على التجربة ومش مخليه انه هو عايز يبتدي خطوة حقيقية لانه من جواه خايف من الفشل أو مش بيحب الفشل وطبعا مفيش بني آدم نفسيا طبيعي يكون بيحب الفشل أو خايف منه بل بالعكس المفروض الشخصية النفسية الكاملة تكون مخططة لكل حاجة في حياتها بطريقة مظبوطة وبما اننا بنتكلم على الرجيم هنتكلم ازاي نخطط لرجيم مظبوط وازاي نتجنب ان الفشل ده يحصل لنا اخترت الموضوع ده بالذات لاني بقابل كتير مرضى من السمنة وتلاقيهم لو توعد تتكلم معاه بمجرد ما يبتدي يتكلم ويحكي يقول ده انا عملت رجيم بس للأسف فشلت اصلا انا فعلا خسيت وبعد ما خسيت فشلت معرفش حفظ على وزني وتلاقي كل مريض السمنة او كل مريض بيشتكي من وزني زيادة مفهومه عن الفشل وطريق التعريف للفشل مختلفة عشان كده انا هتكلم على الموضوع ده من جوانب كتيرة جدا وعايزين نعرف التعريف التقليدي للفشل في الرجيم اللي هو اي حد متخيله او فاهمه ان هو عملت رجيم وخسيته بعد ما خسيت رجعت اتخنت او عملت رجيم ولقيت ما فيش نتيجة فسبت الرجيم وفشلت ان انا اعمل اي حاجة ولكن التعريف الحقيقي من وجهة نظري البسيطة ان الخوف من الفشل او تعريف الفشل ان حضرتك او حضرتك وانتي بتعملي تجربة لانقاص الوزن والانقاص الدهون ان انتي مغيرتش علاقتك معه او مغيرتش علاقتك مع الاكل مغيرتش طريقة سلوكياتك وطريقة اكلك من حيث كميته ومن حيث معاده ومن حيث نوعه ومن حيث طريقة طبخه يعني لسه بتتعامل مع الاكل بمفهوم مش مظبوط او بمفهوم محتاج بعض التعديلات عشان تنجح ان انت تنقص وزنك وتنقص دهونك وكمان تنجح ان انت ما ترجعش تزيد تاني وتدخل مرة تانية فيبقى بعدت تماما عن شبح الفشل اي واحد بيسمعني النهاردة بيفكر انه يخس او بيفكر انه ينقص وزنه او ينقص دهونه او بيشتكي مرتفاع في الضغط في السكر في اي مشكلة مرضية ورح كشف عند الطبيب بتاعها او بتاع المرض ده وقال له لا ده انت محتاج تنقص وزنك شوية اعمل بس شوية ريجيم عشان كوليسترولك ينزل اعمل بس شوية ريجيم عشان سكرك يتضبط فتلاقيه يسمع الكلمة دي ياه وانا اعمل ريجيم ده انا خايف ده انا عمري ما عملت ده لان للأسف بقابل ناس كتير بتتعامل مع الديت او مع الرجيم او مع الاكل الصحي بنوع من انواع انه حاجة رفاهية اعم احنا لقين ناكل عشان نخس هو احنا عالج بس السكر والضغط بتاعي وبعد كده فكر اخس ازاي برغم ان احنا لو زي ما كنا بنتكلم في حلقات كتيرة قوي ان السمنة مش بس مرض السمنة تعتبر ما تخلي كل الامراض يعني مفيش مريض سكر مش لازم يخلي بال من وزنه مفيش مريض ارتفاع في الضغط او ارتفاع في الكوليسترول او الدهون السلسية او بيشتكم من مشاكل التهاب في المرارة الا لما الطبيب اللي بيعالجه لازم يقوله خلي بالك من وزنك او خلي بالك من اكلك ورائب انت بتاكل ايه فنقدر النهاردة نقول ان في 2017 علاج السمنة ما بقاش من الرفاهيات بل بالعكس بقى من الاساسيات ولو بتشتكم من مشكلة ظهر من مشكلة رجبة من مشكلة مفاصل من مشكلة رقبة اي مشاكل صحية هنيجي نلاقي ان السمنة او زيادة الوزن وزيادة الدهون يعتبر ليها دور اساسي وليها دور مهم جدا جدا في فعالية العلاج يعني ما ينفعش مثلا ان يكون مريض سكر راح كشف عند طبيب للامراض البطنة او طبيب للسكر ويقوله خلاص انت هتاخد الدوة دا والدوة دا او هنبتيني نستخدم انسولين الا لما يكمل كلامه دكتور البطنة نفسه بيكمل كلامه لا انت لازم تخلي بالك تبعد عن كذا او كذا او كذا وما تقطرش من كذا او كذا او كذا او الافضل انك تبتلي تتابع مع دكتور للتغذية عشان يحط لك برو جرام تبتلي تحافظ به على وزنك وتبتلي تحافظ به على دهونك وبالتالي لما تحافظ على وزنك وتحافظ على نسبة دهونك بتحمي نفسك من مضاعفات السكر ويمكن كمان يكون السكر او بتفع السكر في الدم عندك الدرجة فيه مش عالية قوي فمع تنظيم الاكل وبعض الرياضة تلاقي مسلولات السكر في الدم بقت كويسة نرجع ونقول الفشل انواع كتيرة جدا جدا وتلاقي تحديد انواع الفشل ده بسمعه او بشوفه وانا باخد الهيستوري من المرضى يعني وانا قاعد بتكلم مع المريض واخده الهيستوري بتاعه واشوف او تاريخه يعني الرجيمي زي ما بيقولوا انت عملت الرجيم قبل كده طب والنتاج كتعاملة ازاي تلاقي بقى انواع كتيرة جدا وفيه منهم انواع متدخلة كمان فيه اللي يقولك انا فشلت لاني رحت عملت الرجيم اسبوع والتاني وستحاء خالص طب انت التزمت من نظام الرجيم يقولك ايوة التزمت من نظام كواس جدا جدا واللي قال عليه الدكتور عملته وقال لي عمل رياضة وعملت وقال لي ما تاكلش بعد الساعة 8 اكلت سعرات الحرارة يا زيادة واسمعت وا 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 الكلام اللي بنتكلم عليه في كل الحلقات بتاعتنا وتلاقيه ما خسش ده نوع من الانواع الفشل النوع التاني يقولك انا التزمت اسبوع والتاني وخسيت وبعد كده ما قدرتش فما رحتش بقى تاني للدكتور ولا التزمت بي ولا سمعت اي حجم اللي كنا بنعملها لان انا بقى ربط ضعيفة ومش قادر بصراحة وبصراحة بقى الدكتور ما خسسنيش زي ما يكون الدكتور بتاع الدايت او اللي بيعالج السمنة او اللي بيحط نظام للتغذية ده الساحر اللي هيقول جلا جلا للمريض السمنة فهيخس من غير ما يعمل اي حاجة ده نوع من الانواع الفشل النوع التالت اللي هو بيلتزم اسبوع ويلغبط اسبوع يعني وزنه مثلا 90 كيلو والمفوض ينزل 10 كيلو ويبقى 80 يروح يكشف عند الدكتور ويتابع مع الدكتور اسبوع ملتزم يخس الاسبوع اللي بعده يعق فيزيده يروح للدكتور تاني انا خلاص نويت التزم فيخس وهكذا يفضل يزيد اسبوع ويخس في اسبوع النوع الرابع ده اللي هو مشي مشوار كبير جدا 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 يعني خس وخس كتير جدا وعملنا له الانبادي تحليله زي الفل دهونه بتنزل معدل حرق بيزيد وكل برنامج العلاج معاه ماشي زي الفل ويوصل لمرحلة الانهاء او مرحلة التثبيت او مرحلة انهاء طريقة العلاج دي وتلاقيه لفه وشه ورجع تاني زي ما يكون الشقة والتعب والحرمان وان انت رايح فرح مش بتاكل وان انت بتصحى تتمرن وتروح تمرينك بتنزل تمشي كل اللحظات اللي انت قومت فيها المغريات اللي حواليك عشان توصل لنتيجة كأن الايام دي كلها راحت وكأن ما فيش اي حاجة تعملت فتلاقيه يفشل النوع الخامس اللي هو ما عندوش اي نوع من انواع الاستعداد للالتزام بأي حاجة بس هم قالوا له وخس رح للدكتور ما اسبوع ما خسش رح لافف وشه ورجع وخلاصه ما رحش تاني وقال لك مانا فشلت وحاولت رغم انه هو مداش نفسه فرصة انه يفهم يعني ايه وقاية من الفشل او يفهم يعني ايه طريقة علاج سنة طريقة مظبوطة النوع السادس ده وبشوفه كتير جدا للأسف لما ييجي عند مرحلة الويتلوس بلاتو او ظاهرة استقرار او ثبات الوزن او ببساطة اللي هو كل 6 كيلو او كل 7 كيلو لازم يعود اسبوعين او 3 وزنه مش بينقص يبقى عامل زي العالي الصغيرة ويحرن ويقولك يعني انا ما بكلش وما بخسش وخلاص بقى ده الرجيم مش جاي معاي نتيجة تموها جاي معاك نتيجة 7 او 8 كيلو قبل كده خستهم وبقولك ان طبيعي جدا جدا عشان لو انت النهاردة قاعد بتتفرج على البرنامج بتاعنا وحاسس ان انت في المرحلة دي وخايف انك تفشل وخايف ان انت تلاقي نفسك بتعيد من الاول تاني مفيش بني ادم طبيعي الا لما بيخس 7 او 8 كيلو لازم هيقف اسبوع او اسبوعين ثابت وبعد كده يرجع يخس تاني هناخد التليفون ده وهنرجع نكمل موضوع حلقتنا استاذة امل اهلا وسهلا بيك هلو اهلا يا امل صباحا خير يا دكتور صباحا نور اهلا وسهلا يا دكتور انا وزني 70 70 كيلو تمام اه ليه سهر ماشي في الرجيم معلش علي سوتك شوية امل مش سامح حضرتك ليه سهر ماشي في الرجيم تمام عامنا بايت مخفصي اصبر 3 كيلو من اول شهر من 70 بايت 67 اه في مدة قد ايه في مدة قد ايه او ساذة امل اه شهر في شهر طيب سنك قد ايه 18 سنة السن 18 سنة هل اعتمادك في البرنامج بتاعك على طريقة الاكل او الرجيم بس ولا كمان في رياضة مساعدة لا في رياضة في رياضة ماشي يعني كان في اه بنمشي قد ايه مساعة يعني مرة ساعة ومرة نصف ساعة تمام سؤالك عن حاجة مساعدة تزاود الحرق صح كده اه يا دكتور اه في حاجة تاني بتشتكي منها او عادت تفسير عنها ايه لا بس طيب يعني بدوخي يا دكتور شوية بتدوخي هل بتدوخي من قبل برنامج الرجيم ولا بعد ما ابتدتي نظام الرجيم بعد ما بديت الرجيم طيب الرجيم اللي انت ماشي عليه ده تحت اشراف دكتور ولا اجتهادي منك لنفسك اه لا مع نفسك مع نفسك طيب فيها سئلة تانية عند حضرتك لا شكرا يا دكتور يا اهلا وسهلا بيكي طبعا السؤال بتاعك يا امل فيه نقط مهمة قوي ونقط بتخلينا نبعد عن الفشل يعني للأسف بعد ما كنا بنتكلم على انواع الفشل وقلنا الستة انواع بتاعهم كنا هنبتلي ندخل في طريقة الوقاية او ازاي نتغلب على الفشل اللي هقوله ده كله يعتبر من أسباب البعد عن الفشل بالنسبة لك يا امل او بالنسبة لكل اللي بيسمعني يعني انا مش هرد على سؤال حضرتك بس لا ده انا هاخد يعني فسط كلامي هتلاقي الرد بيرد على كل جزئية انت سألت عليها اول حاجة سألت عليها موضوع الوسائل المساعدة قبل ما افكر ان انا ادخل وسائل المساعدة لازم اكون استنفست الطرق التقليدية لعلاج السمنة الا في حالة واحدة وحيدة اللي هي حضرتك تكوني بادية والكلام ده لأمل والكل اللي بيسمعني عشان دي نقطة مهمة انا لما بروح لدكتور عشان اخس بياخد مني هستوري بياخد مني بعض البيانات غير طبعا الاسم والعنوان والكلام ده لا البيانات اللي الدكتور بيبتدي يشتغل عليها لان الناس للأسف بتبقى متخيلة ان هو بمجرد وزنه وخلاص يلا هناخد الرجيم الفلاني لا طبعا لما يكون مثلا امل هي وزنها 70 كيلو وخست بقى 67 كيلو يعني خستة 3 كيلو في شهر طيب 3 كيلو في شهر يعتبر رينج قليل شوية اسأل انا بقى طب 3 كيلو دول هل معهم رجيم مظبوط يعني قوليلي النظام اللي ماشي عليه تقولك انا بيقول كذا 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 لو لقيت فعلا كدكتور ان الرجيم ده مظبوط يبقى انا ممكن اسأل على الجزئية التانية نوع الرياضة اللي بتتعمل ممكن تلاقي رد واحدة تقولك ده انا خستة 3 كيلو دول من غير معمل اي نوع من انواع الرياضة خالص وما اتحركتش خالص هل انا ابتدي ادي هدوة لا طبعا ابتدي في الاول استخدم النظام الرياضي ولو اني دايما بأكد عشان تحقق احسن نتيجة وافضل نتيجة واقمى النتيجة وشكل جسمك يتغير وانت بتخس ابتدي من day one مع او من اول يوم في الرجيم بيه نظام التغذية والرياضة بس الناس بتسمع كلمة رياضة دي تتخض هو انا قادر اعمل حاجة ابتدي يا سيدي بالماشي انت لو جاي من فترة السكون او من مرحلة السكون ان انت بتعملش اي اكتيفتي خالص على طول يا اما في عربيتك يا اما راكب المواصلات يا اما قاعد على مكتب يا اما بتدرس في الجامعة يعني ما فيش اي مجهود حركة بتعمله لو ابتديت تمشي نص ساعة على الاقل لكل يوم ولو في بداية اليوم مع نظام غذائي متوازن هتبتدي تخس وتبعد عن الفشل طب فلنفرد ان هي ماشي على الرجيم كواس جدا جدا وبتعمل رياضة النص ساعة دي ابتدي ازود بدل ما انا نص ساعة تبقى ساعة على ربع بدل ما انا بامشي بس ابتدي لو فيه امكانية او وقت ان انا اروح جم اتمرن تمرينات معينة عشان تحسن من معدل الحرق عندي او تبتدي لو عندي ضعفة العضلات يبتدي قويها فلنفرد بتعمل ده وده وده والنتيجة بقى قليلة او مش موجودة ابتدي ادخل الدواء المساعد الحاجة التانية اللي تخليني ادخل دواء او وسيلة حرق مساعدة من البداية لما يكون المريض اللي قدامي حالته الصحية فيها بعض المشاكل زي مثلا مريض سكر هو مريض السكر او مرض السكر هو مرض في الميتابوليزم هو مرض في الحرق فعلا فهكون بستخدم الادواء المساعدة او الوسائل المساعدة بدري شوي عشان مريض السكر ممكن يكون ما يقدرش يحس بالجوع مضة طويلة لازم بيكون بياكل خمس او ست مرات في اليوم واجبات متقطع عشان نحافظ على مستوى السكر في الدم عنده انه لا ينخفض ولا يرتفع فبياخد كل ساعتين بياخد حاجة وتلاقي برضو نزوله ليل ابتدي ادخله دواء يزود معدل الحرق مثلا من ضمن الحالات المرضية برضو اللي لازم ندخل معاها دواء مساعد للحرق في البداية مرضى الغضة الدرقية حتى لو بيعمل تحليل هرمونات الغضة الدرقية بانتظام ولاقي عنده الهرمونات مصبوطة والهرمون التعويدي اللي بياخده زابط معانا ادخله الغضة الدرقية تلاقي برضو معدل نزوله قليل شوية وبنخف عليه هنا من الفشل او من الاحباط فيبتدي يفشل في الرجيم فده ممكن ادخله دواء مساعد للحال طيب الوسائل المساعدة وايه الادوية اللي نقدر نستخدمها طبعا بأكد دايما ان الادوية دي لازم تكون تحت اشراف دكتور متخصص ولازم نخدها في وقتها في مواد طبعية كتيرة جدا جدا زي الكروميوم زي الجارسينيا كامبوتجيا زي الراسبريكيتون زي الافريكا في ادوية كتيرة جدا جدا او مواد طبعية جدا جدا كتيرة بس لازم تتاخد تحت اشراف دكتور واخدها وانا محتاجها واخدها بجرعتها المزبوطة لان لو انا مخدتهاش بالجرعة المزبوطة يعني خلاص روحة اكشفت عن الدكتور واصف للدواء ده وابتديت استخدمه مع الرياضة مع نظام الرجيم هلاقي بعض فترة باخد الدواء وما بخسش فتلاقي المريض ابتدى يجي له احباط وابتدى يقرب من الفشل بس تيجي تسأله هو انت بتاخد الدواء بانتظام يقولك لا بصراحة اذا انت قلتلي هناخد كابسولتين في اليوم فانا بطني بتوجعني فياخد كابسولة واحدة لا اذا انا باخد بتاع قبل الفطار وبانسة بتاعت قبل الغداء اذا انا بصح متأخر فبقول بقى الفطار مش مهم خلاص مش هفتر تلاقي بقى حاجات كتير قوي اسمه بياخد الدواء لكن ما بياخدش الدواء المساعد لرفع الحرق بالطريقة المزبوطة فبيدي جسمه مناعة من الدواء ده او ياخد يومين وما ياخدش يومين فبيدي جسمه مناعة من الدواء ده ان الجسم يبترى يتكيف عليه فما يديش الافتك بتاعه ويبقى من جواه محبط لان هو حاسس انه بياخد الدواء ومش تلاقي النتيجة وطبعا دي حاجة تجيب احباط ولكن عشان اقدر اقول ان الدواء ده فعال او مش فعال اخده بجرعته اخده بانتظام اخده مع نظام رجيم متوازن ومع رياضة متوازنة معانا تليفون تاني استاذة مبروكة اهلا وسهلا بيك اهلا بيك دكتور بعد اذنك انا كنت نزلت 24 كيلو 10 شهور فاوشي نزل خالص كان وزن كامل كان وزن كامل كان وزن 94 94 و24 انا بقيت 70 كيلو ايه بقيت 70 كيلو بس انا منروح جيم ورياضة وكده حلو جدا فانا كنت نزل خالص مش هارف عزيز ازاي يعني انت مشكلتك دلوقتي كلها في نحافة الوش وصل لمرحلة النحافة ولا حاج مؤل عن الطبيعي عما كنت 94 لأ نحيف خالص وبشكل وحش يعني انا عندي 24 سنة واللي شوفني يقول سنة اكبر تمام هل في ترهل حاجة تزود الوش هل في ترهل في الوش في جلد الوش ولا مجرد نحافة الوش لأ نحافة بس ما فيش ترهل تمام فيها سئلة تانية عند حضرتك لأ بس انا مش في مقدارتي يعني ان انا نعمل حاجة طبيعية اكل او كده طيب هنحاول نقول لحضرتك كل الاختيارات او كل الابشن وحضرتك تختاري المناسب لكي للوضع اللي انت فيه وان شاء الله تلاقي نتيجة كويس اهلا بيك وستاذا مبروك طبعا نحافة الوش من المشاكل الكبيرة جدا جدا اللي بتخلي الناس حتى توقف نظام الرجيم او توقف طريقة العلاج ويخليهم من قطر الانتقاضات اللي حواليهم يعني مثلا تلاقي واحد او واحدة خصوصا لما بيقف تجمعات بقى مثلا تجمعات اسرية تجمعات عمل تجمعات دراسة بعد ما تلاقي الشخص او الشخص ده خس حبة حلوين قوي وابتدى يبقى فعلا حاسس انه احسن وصحيا انه احسن وحاسس بفروقات كتيرة في كل حاجة عشان وشه صغر شوية في الحجم او حاسس انه هو قال لي شوية تلاقي ان اللي حواليه بيحبطوه مالك انت عيان مالك وانت جالك السكر هو انت بتشتكي من حاجة يا ابني روحك شف يا ابنتي روحك شفي انت شافه منظرك بقى عامل ازاي رغم انك ممكن تلاقي مثلا ان الشخص ده مش حاسس باي مشكلة فعلا يعني هو كحقيقة مش حاسس بنحافة وجهه او مش حاسس بنوشه في مشكلة او حاجة لكن اللي حواليه هم اللي نقلوله الاحساس السلبي ده فابتدى يخاف على نفسه ويبتدي بقى يجري اه لو لو بني ادم متزن شوية يبتدي يكبر دماغه او ما يسمعش الكلام ده ولو هو مراعي كل الحاجات اللي هقولها دلوقتي الصح في الجزئية دي فمعنديش مشكلة لكن تلاقي ناس بقى تانية بتاريت تتوهم ويبتدى يجري يعمل تحليل وده مش غلط انه يعمل تحليل ويطمئن يعمل تحليل صورة دم كاملة يلاقيه كويس يعمل تحليل مخزون حديد ونسبة حديد يلاقيه كويس جدا انزيمات كابت كله تمام جدا جدا وما فيش اي مشكلة فتلاقيه بقى هنا اي خاف يقولك لا ده كده وشي يبقى رفايع قوي والناس بتانتقدني والناس بتتريع علي لا انا هبطل الرجيم وتلاقي كيلو في التاني في خمسة في ستة في عشرة يرجع زي ما كانوا اول وده يعتبر فشل في الرجيم بسبب المحطين عشان كده كل واحد وهو داخل تجربة الرجيم او بيعمل الرجيم ابتعد عن الحاقدين والمحبطين اللي نفسه يبقى زيك بس مش قادر فبيحبطك عشان بتبقى انت زيه اللي نفسه يخس ومش عارف فبيقولك لا شوفوشك بقى عامل ازاي او شكلك بقى عامل ازاي هنطلع فاصل وهنرجع نتكمل موضوع حلقتنا عن الفشل في الرجيم ومش هنسى هقولكو ازاي نتجنب نحافة الوجه اثناء الرجيم استنونا بعد الفاصل اهلا بيكم مرة تانية وارجعنا من بعد الفاصل وكان معانا سؤال من الاستاذة مبروكة بتسأل على ازاي بعد ما خسط حصل لها نحافة للوجه او الوش بقى رفيع اوي او نحيف اوي وكنا قلنا ان مش لازم ان احنا نبص للي حوالينا بس او نلاقي الاحباطات اللي حوالينا هي اللي بخليانا او بتتحكم فينا او تحسسنا بحاجة احنا مش حاسين بيها لكن طبعا احيانا فعلا بيحصل نحافة للوجه مع الرجيم هتكلم دلوقتي على علاج النحافة للوجه بطريقتين الطريق الاول اللي هو خلاص انا عملت الرجيم وما كنتش مخلي بالي من حاجات كتيرة اوي وفعلا بعد ما خسط وشي بقى رفيع زيادة عن اللزوم ولازم هنا نفرق ما بين الرفع اللي بيحصل طبيعي لان بيبقى فيه بعض الدهون موجودة في الوش فلما بخسي الدهون دي بتنزل فوشي بيبان اصغر شوية من حجمه وفيه فرق ما بين ان فعلا يحصل نحافة شديدة ان انا ابتدي اتجه ليه ده كترة التجميل سواء باجراءات جراحية او باجراءات غير جراحية زي ان انا مثلا اشفو الدهون من منطقة وحقنها في وشي او ان انا ابتدي استخدم الحقن المالئة او الفلر تحت اشراف دكتور الجلدية او دكتور التجميل هما اللي بيعالجوا هذا النوع من الحالات طيب فلنفرض ان انا مقدرتي مش قادرة او وقتي لا يسمح او 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 مش هقدر اروح لدكتور او كمان انا لسه في بداية ريجيم وعايز اتجنب ان يحصل نحافة للوجه لازم بنخلي بالنا من مجموعة عناصر بتبقى قريدي موجودة في كل نظام تغذية وفي كل نظام ريجيم لانقاص الوزن اللي الدكتور حطه بس ممكن المريض نفسه ما بيبقاش مركز شوية او بيبقى متخيل ان هو تكرار الاكلات وبس لازم حضرتك او حضرتك تبقي عارفة ان كل نظام بناخده من دكتور الدايت هو مخلي باله من حاجات كتير قوي مش لازم هيقعد يشحل كل مريض ويقوله او سانا بديلك شفان عشان خاطر اقلل الكوليسترول عندك وعشان تزود من المعدل الحر او سانا بديلك شفان عشان فيه فيتامين بي 12 اللي ده بيحافظ على نظارة البشرة او سانا بديلك الزبادي واللبن بجرعات كبيرة جدا عشان خاطر الكالسيام اللي فيهم وفيتامين اي وفيتامين اي اللي بيحافظوا على ملء الوجه ونظارة البشرة حاجات كتير قوي او تفاصيل صغيرة بيبقى قريدي لدكتور حاططها وحاسبها ومرعيها من غير ما يقولك ولكن عندك فيه منتجات اساسية او عناصر اساسية لازم تبقى موجودة في كل دايت اول حاجة معلقة الزيت او حجم السعرات الحرارية اليومي من الدهون الاحادية الغير مشبعة اللي جسم حضرتك محتاجها اللي مقررها الهرم الغذائي اللي بتكون حوالي من عشرة ليه عشرين في المية من اجمالي السعرات الحرارية اللي انت بتاخدها كل يوم في كل نظام دايت يعني لازم يوميا يبقى فيه على الاقل معلقة زيت او معلقة ونص او معلقتين حسب المرحلة اللي انت فيها وحسب عدد السعرات ودكتور الدايت هو اللي بيبقى حاططلك ده ومنبقى دايما بنختار زيت الزيتون او الزيت بزر الكتان او الزيت الحار معنا تليفون وهنرجع نكمل والستاذة نوها اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا يا دكتور اهلا بيك يا فن لو سمعك يا دكتور انا بعمل ضايت وخسيت حوالي 15 كيلو كده وضايت متوازن يعني تمام هاي بس بقى لي شهرين من شهر 11 يعني اعكد شوية وبعد كده التزامت الثاني من شهر 11 لحد دلوقت خسيت كيلو واحد بس يعني بقى فيه ثبات في الوزن طيب يعرفش ده بسبب ايه بسبب اليوم الفري مثلا انا باخد يوم بحاله فري مش واجه واحدة حضرتك ابتديتي من وزن كم كيلو واحدة واحدة البداية كانت كم كيلو تسعين بعد الولادة كم؟ تسعين بعد الولادة وخسيتي 15 يعني بقتي 75 اه حاليا 74 من وصف حلو ابتدينا ان لغبة مدة قد ايه لمدة قد ايه يعني مثلا من لغبة يوم او يومين وبعك ايه نرجع نكمل ولا بنلغبة لا اعدت فترة اعدت فترة يعني شهرين ثلاثة مش اقدر لتلزم بالضايت اربعة يوم واخد يوم فيه ثلاثة يوم فيه كده اه يعني يعتبر اللي هو نوع من انواع السبات الجزئي اللي هو يومين او ثلاثة ضايت ويوم بنريح فيه او بنأكل اللي احنا عايزين اه بس يعني زدت فيهم حوالي 5 كيلو اه زدنا من ال74 او ال75 دي رفعنا تاني لثمانين انا كنت لا انا كنت لسبعين اه من سبب الربعة كيلو دول فانا حالينا 74 يعني اه يعني نزلنا لسبعين وبعك ايه رفعنا 74 لما ابتدينا نلتزم تاني مدة قد ايه على بعضها لقينا السبات عشان اقولك ده سبات طبيعي ولا سبات محتاج حلول تاني ما ابتديت التزم بقى من شهر 11 يعني شهرين مثلا بحالهم متواصلين اه يعني نقص بقى كيلو ولا ثمين كيلو بعد كده يعني سبت سبت يعني بقى كتير بقى شهر ولا شهر ويه سبت على ربعة وسبعين ده طيب نوع الرجيم اللي انت ماشي عليه هل هو هو ولا بيتغير كل اسبوع وكل اسبوعين لا هو هو بس فاعد ممنع نشويات فاعد بخط نشويات هو ده الفرق ده منك لنفسك او انت اللي ماشي لوحدك يعني اه طيب نوع الرياضة هل بنزود في البرنامج الرياضي بنغير في البرنامج الرياضي ولا لا اه بغير اه حلو هل عملت تحليل مكونات الجسم عشان تعرفي احنا وضع الدهون الحالي ايه يعني عملناه في البداية عملناه مسلا دلوقتي لا ولا مش عارفة بتعتمدي على الميزان بس اه طيب سؤال هل ميزانك ثابت او بينزل حاجات بسيطة ومقاساتك بتتغير ولا لوازن ولا شاك ثابتة برد ثابتة برد في اي حاجة مرضية بتشتكي منها لا لا انا بس عايز اعرف اليوم الفري بيبقى يوم ولا وجبة يعني عبارة عن ايه وعايز اسأل عن طريق تثبيت الوزن برده حاضر يا فاني حاضر تحت عمر حضرتك اهلا وسهلا بيك اكمل الرد بتاع سؤال نحافة الوجه هو ندخل في سؤال مدام نوها وهنربطه برده بازاي نبعد عن الفشل عشان يبقى الكلام لينكد او داخل مع بعض تاني حاجة بعد معلقة الزيت اليومية عشان ننقي نفسنا نحافة الوجه المية كتير لو قعدنا نتكلم عن المية او في كل الحلقات بتاعتنا بنقول لازم نشرب من تمال لعشر كبئات مية كل يوم وان المية بتتمم دورة الحرق وان المية بتزود امتصاص البيتامينات اللي بتدوب في المية وان المية مهم عشان نحمي جسمنا من تراكم الاملاح اللي موجودة او الاملاح اللي بناخدها لازم تبتدي تطلع عشان الجسم ما يحصلوش تورم او انتفاخات وان المية مهمة عشان ما يحصلش امساك نقطة الامساك بقى دي كمان بتخلي امتصاص البيتامينات مش عالي جدا عشان تراكم السموم اللي بيحصل في الجسم نتيجة عدم دخول الطايلت بصفة منتظمة كل دي عناصر بتفرق فيه نحافة الوجه عندك في الاغذية نوعين من الاكلات مهمة جدا جدا اللي بيشتكوا من نحافة الوجه جنين الامح والشفان وجنين الامح ده موجود في منتجات كتيرة جدا جدا مش حاجة غالية يعني والشفان نفس الكلام منتجات سهلة وموجودة في كل الاماكن وسعرها كمان رخيص جدا مقارنة بالفايدة الغذائية اللي موجود فيها لكن هيا المشكلة للأسف يعني بنلاقي بعض الناس وهيا بتعمل الدايت دايما بتدور على الاكلات التقليدية ولما نيجي نقول صنف شكله مختلف شوية او احنا مش عارفينه او او ما نسمع عنه الناس بتحس ايه ده لا ده حاجة مش عارفة اكيد غالي بالعكس انت لو رعيت حاجات بسيطة جدا ولو فيه دكتور فعلا بيمشيك او بيحط لك بلان تقدر تتكلم معاه وتقوله والله انا مثلا امكانيات المادية لا تسمح ان انا اكل لحم اكتر من مرة في الشهر مثلا امكانيات المادية لا تسمح ان انا اجيب حاجات معينة حاجات بسيطة وتكات بسيطة وتفكير بس شوية هتلاقي ان انت فعلا بتحقق نتيجة لو خدنا كل يوم معلقة من الشفان ومعلقة من جنين الامح عليهم نص معلقة زيت زتون دي مش وصفة للحرق ولا حاجة عشان بس الناس بتسمع اي وصفة تقولك بس الوصفة دي هي اللي هتخسسني لأ طبعا ها ملاش اي دعو بالحرق ولا اي حاجة خالص دي وصفة يعتبر كأنك بتاخد ارس فيتامين طبيعي بس ارس فيتامين يعيد نظارة البشرة ويملى الوش شوية وطبيعة عشان دايما الناس بتربط اي وصفات بالتخسيس ملاش دعو بالتخسيس خالص بأكد اكتر من ثلاث مراته لو خدت معلقة شفان مع معلقة جنين امح مع نص معلقة عسل ونص معلقة زيت زتون على قلبة زبادي او على مية او زي ما طبعا لو زبادي او لبن هيبقى طعمها الطف ويبقى زبادي خالد دسم او لبن خالد دسم ممكن اخدها كسناك بين الفطر والغدا ممكن اخدها الصبح ممكن اخدها بعد العشاء لو حسيت ان انا جعان الاستمرار على الوصفة دي اليومية محسوبة من اجمال السعرات الحرية بتاعي محسوبة من احتياجات الغذائية اليومية هلاقي ان الوش ابتدى يحصل له نظارة كويسة مع شرب المية بصورة مخلي بالي منها ان انا كون باخد التمن او العشرة كبيات مفروضين على مدار اليوم سؤال استاذا نوها كانت بتقول على هي قالت كزا حاجة بصراحة على مواصفات الوجبة المفتوحة او يوم المفتوح وهو وجبة ولا ايه ولا قد ايه ونقدر نقول ان من ضمن اسباب الفشل في الرجيم الحقيقية هي فكرة الفري او الوجبة المفتوحة او اليوم المفتوح لان فيه جوانب او تلاقي المرضى اللي بيشتكوا من السمنة او من زيادة الوزن كل واحد بصص لموضوع بطريقة مختلفة فيه اللي يقول لك لا ده انت لازم تاخد يوم مفتوح من اول اسبوع ولازم في اليوم المفتوح ده تاكل كل اللي نفسك فيه عشان تحس ان جسمك ابتدأت لغبة فتحرق وعشان انت تبقى مبسوط وتقدر تكمل الكلام ده نصه صحة ونصه غلط نصه ان جسمك عشان يبتدي يحرق دي مش دلوقتي يعني ببساطة جدا عشان الناس ما تتوشف التفاصيل احتياج الجسم البيولوجي للوجبة المفتوحة ما بيبتديش غير من بعد الاسبوع الرابع بعد شهر لان الجسم بيبقى خلاص داخل على مرحلة البلاتو وبعض الاكسام بيبقى بعد 6 اسابيع يعني ساعتك لو بتاخد من اول اسبوع ده عشان بس الجزء التاني الجزء النفسي لان احنا بني قدمين ومحتاجين نكمل او الدكتور اللي بيعالجك مش عايزك تحبط او يجيلك اكتئاب ولكن لها مواصفات معينة هناخد التليفون ده وهنرجع نكمل مواصفات اليوم المفتوح استاذ ايمان اهلا وسهلا بيك ايوه السلام عليكم بيك يا دكتور سلام عليكم بيك يا دكتور لا سمعت يا دكتور انا يعني انا عملت رجيم كم مرة تمام وخسيت وكده واخص وكده وابا ماشي على رجيم منتظم كويس وارجع سيب الرجيم واخصي تاني بتتخاني تاني عزيزك بس انا مش كتة دلوقتي ايه حريك لما بتسيب الرجيم بترجع تتخاني تاني اه تمام بس انا دلوقتي ماشي منتظمة مع الدكتور وكده بس اي كويس جدا انا ايوان دول بيحصينا سبت على طول سبت كل ما ماشي الدكتور ولا نحصل سبت بعد ما خسيتي كم كيلو ايمان خسيت 22 كيلو وبعد 22 كيلو ابتدى يحصل السبت او طب ده انت بطلة جدا وكويسة جدا جدا وعادي جدا جدا انه يحصل سبت انت وزنك الحالي كام انا وزني دلوقتي 110 110 كنا 132 او طيب هل بتتعاملي مع المية وعشر دول اه بنفس طريقة العلاج للـ 132 يعني هل نفس نوع الرجيم نفس نوع الرياضة نفس مدة الرياضة انا بمشي بمشي كل يوم ساعتين اللي ربع كل يوم ده من اول يوم وانت بتعملي كده ولا لما ابتدى الجسم ينزل شوية والسابات ابتدى يحصل ابتديتي تزاودي مدة الرياضة لا قبل كده بمشي ساعة تمام بعد كده قلت ازاود المدة يمكن انا احرى في الوقت ادول حل نقطة تحليل مكونات الجسم اللي دايما بأكد عليها هل عملت الـ او تحليل مكونات الجسم عشان تعرفي نسبة الدهون كالكام ودكتور عنده جهاز كده حطينا عليه نسبة الدهون وكده كم بقى ده اول مرة لا فترة انا ما جدت في الفترة دي غيرت الدكتور وكده حلالي بقى نسبة الدهون وكده في الفترة الحالية من امسا حوالي اسبوع اللي فاتي حلو كانت نسبة الدهون تقريبا كده كانت كم كيلو وبقت كم كيلو حلو جدا انا كنت سبت الدكتور واحد تاني ورحت الدكتور ورحت الدكتور تاني اه اول مرة كانت كام يعني ما سكت خمسين كيلو زيادة وبقت عشرين او خمسين كيلو وبقت ثلاثين حوالي خمسين او ده الوضع الحالي ولا القديم ده القديم القديم النهاردة او من اسبوع فات كان نسبة الدهون بقت كم كيلو حوالي ثمانية وثلاثين حلو جدا احنا خسين اتناشر كيلو دهون كلام جميل اه طيب معدل حرق علي بنفس الدرجة علي اه انا عندي وقاللي نسبة الحرق عندك كويسة طيب كويسة انا ما عرفش لي انا ما حرقش تمام طيب هنطلع فاصل يا اساسة ايمان وهنرجع نرد على كل الاسئلة والنقط اللي انت قلتيها استنونا بعد الفاصل اهلا بكم مرة تانية ورجعنا بعد الفاصل وكان معانا سؤالين مهمين على مواصفات اليوم المفتوح وليه اسباب سبات الوزن اللي بيحصل وازاي نتغلب عليها بالنسبة لمواصفات اليوم المفتوح وكنا بنقول ان احيانا بيبقى اليوم المفتوح ده سبب لاسباب الفشل او سبب من اسباب الفشل في الدايت لان اليوم او الوجبة بتجر التانية بيجر اليوم بيجر اللي بعده ونلاقي بعد مشوار خساسان ثلاث اربع خمس ايام لغبطة خالص المريض بتاع السمنة او اللي بيعمل الدايت يطلع على الميزان يلاقي الوزن زاد حاجة كبيرة يكتائب يقطع يبطل الدايت يرجع يدخن تاني ده نوع النوع التاني تلاقي زكي شوية او بيفكر شوية يقول هو المفروض انا مدام خسيت ببط ان انا ازيد ببط ده كلام نظري وحضرتك كلام نظري وحقيقي بس وحضرتك ملتزم مش بعد عك تلاث او اربع او خمس ايام او اسبوع من تلاث وجبات بايزين خالص دهون سكر نشويات كتير موعيد ملغبطة كل ما تحس ان انت جعان او مش جعان بتاكل لانك عارف انك هتبتلي دايت فتلاقي نفسك زد تلاثة او اربعة كيلو فتقول ازاي يعني المفروض ان تلاثة او اربعة كيلو دول زدهم في شهرين من اللغبطة او اقول الزايد يعني هي الحاجات البسيطة او الطلقية البسيطة عمل الزيادة دي ايوا ده بالعكس ده انت تعرف بقى جسمك وطبيعة جسمك عشان ده لو حصل تاني ان انت مثلا متدايق عايز تغير طلع اجازة طلع اي حاجة وهيبقى فيها نوع من انواع اللغبطة ما تلاقيش نفسك ضربت في الكميات او فتحت في الكميات لان جسمك سنستف جدا او حساس جدا انه يرجع يزيد تاني وبسرعة ودي من ضمن الاختلافات الفردية اللي بتحصل من شخص لشخص ولازم يبقى الشخص عارف هو من انهي مجموعة او انهي نوع من الناس المواصفات الحقيقية احتياج الجسم الفيسيولوجي للوجبة المفتوحة بعد 4 او 6 اسابيع الوجبة المفتوحة اسمها وجبة مفتوحة مش من ساعة ما تمشي من عند الدكتور اللي غاية تاني يوم شغال او اللي هو لغاية مثلا الساعة تمانية تقعد 5-6 ساعات تديها هي ببساطة تاخد حاجة من نفسك انت فعلا محتاجها مش تاخد مثلا حلويات ونشويات وبيتزايا وكيس بطاطس واربعة حاجة ساعة وتلت قطع شوكولاتة حاول تدرب نفسك انك تاكل اللي نفسك فيه ولكن بكميات محددة وفوات محدد الحاجة الوحيدة اللي بند فيها وجبة او اتنين او ايام كمان عشان نكسر ثبات الوزن اللي هو السؤال بتاع الاستاذة ايمان السبات اللي حصل بعد خسسان 22 كيلو قعدت فترة خسة 22 كيلو رقم كبير ولما عملت الامبادي وده المهم انها لما تعمل تحليل مكونات الجسم تلاقي اغلب اللي نزل ده او اللي نزل من الدهون وتلاقي ان معدل الحر ابتدى يعلى اصادر خسسان ده فالحالة دي اقدر ادي وجبتين وثلاثة واحيانا يوم او يومين عشان اغير وصالح ونسي الجسم فترة الضايت اللي كان بيعملها لانه تكيف بعد خسسان فترة طويلة غير كده ما نقدرش ناخد اكتر من وجبة معانا على التليفون استيسة مي اهلا بيك اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بيك محددتك يا دكتور اهلا بيك اهلا بيك انا دلوقت عند دكتورة رجيم خسيت في اسبوعين اربعة كيلو تمام يعني انا دلوقت بقيت فتة وتمانين من تسعة وتمانين تمام يبقى ثلاثة كيلو انا مش قادر اقوم على الرجيم ولا طلبه اجعانة وشعار فعمل ايه؟ هل الرجيم قاسي ولا انت نفسيا مش واغد القرار بجد او قدرتك على استحمال الدايت مش عالية؟ لان برضو ممكن يبقى رجيم قاسي وممكن يبقى رجيم كويس بس انت اللي مش قادرة هو رجيم قاسي شوية رجيم قاسي عشان انا بعمله عشان اخصص عندي منطقة البطن مفيش رجيم بيخصص منطقة او اساسة مايه سواء لحضرتك او اي حد بيسمعنا مفيش رجيم بيخصص منطقة عشان بس نمقى متفقين المناطق بتنزل بعد ما نسبت الدهون الكلية في الجسم بتبتلي تقل ومع حاجات مساعدة زي رياضة مساعدة او جلسات تكسير دهون موضعية عشان بس نمقى متفقين يعني الجلسات دي بتنزل يا دكتور؟ بتساعد ان مع الدايت المنطقة دي تنزل مع الرياضة الموضعية وحسب المرحلة اللي انت فيها يعني معلش مايبقاش مثلا وزنك 86 كيلو ومحيط البطن عندك 150 سنتي مثلا يعني لازم تبقى مرحلة معينة ولما ابتدي اجرب الدايت ولاقي معدل نزول المنطقة دي مش عالي ابتدي ادخل جلسات مساعدة الا لو احنا عندنا مشكلة مثلا مرضية محتاجين نبتديلها الجلسات دي بدري طبعا الدكتور هو اللي بيحدد الاحتياج لحضرتك هتبتدي بايه وامتى طب جيه وقت الجدول بتاع الحلقة بتاعتنا او نظام التغذية هيكون موجود معانا على الشاشة دلوقتي ودايما بأكد ان ده نظام عام ممكن ينفع ناس وناس لأه لان احنا بنحاول نساعد على قد ما نقدر لكن عشان تمشي على نظام مخصوص معمول عشانك لازم تعمل تحليل مكونات الجسم لازم تتابع مع دكتور عشان الحالة الصحية ونسبة الدهون ومعدل الحرب النظام بتاعتنا النهاردة هو نظام الهرم الغذائي ومناسب للمرضى من وزن 70 ل80 كيلو موجود معانا على الشاشة اليوم الاول والتاني الفطار جبنا قريش ومعاه رغيف سن وصلطة والغدا 250 جرام بطاطا ما فيها مسلوقة او مشوية او صنية في الفرن ومعاها صلطة زبادي وصلطة خضرة العشاء اثنين كباية زبادي وصمرت فاجة اليوم التالت والرابع والخامس الفطار ست معالي قفول عليهم معلقة ززة تون زائد رغيف سن زائد صلطة والغدا ربع فرخة زائد طبق خضار مطبوخ ناي فني او سوتي معاهم رغيف سن زائد صلطة العشاء كباية لبن ومعاهم تلات معالي اشوفان او كورن فليكس الدايت اللي هو البران فليكس او اللي هو الكورن فليكس بتاع الرده او اثنين سمرت فاكهة اليوم السادس والسابع الفطار كباية لبن زائد اثنين سمرت فاكهة والغدا سمكة مشوية او علب التونة زائد رغيف سن زائد صلطة والعشاء اثنين بيضة مسلوقة الملاحظات الهامة جدا واساسية جدا جدا بعد الفطار بساعتين وبعد الغدا بساعتين كوجبة خفيفة كباية زبادي او لبن عليها معلاقة شوفان وممكن للي عنده نحافة الوجه يبطل يزود معاها معلاقة جنين امح او سمرت فاكهة او جزرة وبين الوجبات لو حاسيت اكتر ان انت جعان خياره خاصه فلفل رومي ممكن شربة خضار بدون بطاطس عشان نسبة الالياف اللي فيها او خضار سوتيه عندنا لازم نشرب العشر كبات مياه كل يوم ولازم نمشي نص ساعة على الاقل يوميا ونلتزم بترتيب الايام وانواع الاكل اتمنى ان يكون لحقنا نكتب الدايت عشان نبتدي ناخد قرار وفعلا نبتدي ننقص وزننا لازم برضو الناس اللي تشتكي من ثبات الوزن وخايفة يحصل لها فشل او يحصل لها احباط ممكن نكسر الدايت يومين او تلاتة تحت اشراف دكتور وبعد كده نرجع نلتزم تاني بالدايت ممكن نعمل ايام الديتوكس الايام التلات ايام اللي فيهم عصير الديتوكس وممكن بنتكلم عليه بالتفصيل في حالة قريبة ان شاء الله بشكركم جدا واتمنى ان احنا نكون فتحنا مجموعة نقط مهمة لكل اللي بيعملوا دايت وبينقصوا وزنهم ومهتمين بالتغذية عشان يبعدوا عن الفشل عشان يتجنبوا اسباب الفشل عشان لو حسوا بفشل او باحباط يبتدي يراجع نفسه تاني ويبتدي تاني مفيش فشل مع الرجيم انت بتخس عشان صحتك بتخس عشان صحتك تتحسن وتحس ان انت احسن مش بتخس عشان خاطر شخص بشكركم جدا وانقابلكم ان شاء الله في حلقات قريبة من برنامجكم برنامج العياد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة